تنظم لنا الآن من بيروت مرسلتنا دارين الحلوة دارين أهلا بك معنا دعيني نتابع معك ردود الفعل حول ما صرح به حاكم مصرف لبنان بالإنابة وكيف ستنفذ القرارات التي أعلن عنها على أرض الواقع حتى اللحظة ليس هناك من ردود أفعال أتت المواقف مفاجئة بعض الشيء في هذا المؤتمر على الاعتبار أنه بدأ يخاطب اللبنانيين والمجتمع الدولي ويحمل السلطة السياسية مسؤولية تلاعب بالوقت والمماطلة في اتخاذ الإجراءات والتشريعات يعني إقرار التشريعات المطلوبة لإنقاذ أو للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية الخطرة على البلاد جراء هذا الانهيار الكبير والذي لا حتى هذه اللحظة ليس هناك من خطة استراتيجية لوضع حد له أو على الأقل لإجراءات تعافي بالحد الأدنى دفع الرواتب كما ذكر سيكون فقط لشهر أيلول لندري إن كان سيتمكن من اتخاذ هذا الإجراء في شهر ما بعد أيلول هو تحدث عن مساعي لضبط استقرار سعر صرف النقد العملة الوطنية وهذا أمر حساس جدا مع تبدل رأس السلطة النقدية وتبدل خياراته في الهندسات المالية التي يعتمدها تحدث عن أن الوقت ضيق وأن السلطة السياسية تماطل هي حتى هذه اللحظة لم تتخذ أي إجراءات لمساعدته في تجاوز هذه المحطة النقدية الخطيرة تحدث أيضا عن مخاطر سوق النقد الكاش وقال إن هذا التحول الاقتصادي من شأنه أن يضع لبنان في عزلة طبعا العزلة التي يتحدث عنها مرتبطة بربما توقف المصارف المراسلة من التعامل مع لبنان وهذا أمر قد يحصل يسمع أيضا تسمع هذه التحذيرات في الأروقة الدولية لكن حتى اللحظة السياسيون السلطة السياسية تتحدث عن المحاذير ولكنها لم تقم بأي شيء لضبط انفلاش هذا السوق النقدي أيضا هناك تحدث عن الموازنة موازنة الدولة والعجز فيها وقال إن المصرف المركزي غير قادر على تأمين أو تغطية هذا العجز ودع السلطة السياسية لتحقيق مداخيل وإرادات إضافية لخزينة الدولة تحدث عن الجباية ولكن هذا الموضوع حساس جدا الجباية التي تقوم بها مؤسسات الدولة مثلا مؤسسة كهرباء لبنان تجبي بالليرة اللبنانية تودع هذه الجبايات في المصرف المركزي لكنها تحتاج للحصول على الدولار الأمريكي من المصرف المركزي حتى تتمكن من تسديد المستحقات ولكن هذا أمر لا يحصل هناك أزمة كبرى مرتبطة بالحصول على الدولار الأمريكي وربما تقود البلاد إلى مخاطر كبرى نتحدث عن أسابيع وأشهر قد تكون هي الأدق في مسار الانهيار بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين شكرا لك مرسلة ندرين الحلوي كانت معنا من بيروت